سأعطيها لسلمة سأعطيها لسلمة لأنه سمعت أن تغذيتها لم تكن منيحة تمام؟ تغذيتك لم تكن منيحة يا سلمة تفضلي امسك لا تريد أن تخلق الكوريس صحة و هنا الآن نضع البسكوت مع الزبدة بأسفل قلب الشيز كيك وضعها في الثلاجة حتى تبرد معي بعد ذلك ندوبة 300 جرام شوكولاتة على حمام البخار حلو الكلام؟ الخطوة المهمة والأهم والتي سأعطيها على الهواء حتى ترسخ فيه عقول الذي يحتاج أنه يعرف عندي هنا الجيلاتين أول شيء نضع عليه ماء باردة لماذا الماء الباردة؟ الماء الباردة حتى يتفتح الجيلاتين اسمه عملية تفتح الجيلاتين لا نضعه رأساً بالمايكرويف يجب أن يتفتح بالماء الباردة يصبح مثل الجيلو متماسك وكتلة واحدة ثم نضعه بحمام بخار أو نضعه بالمايكرويف أو نضعه على الحرارة حتى يرجع سائل سأعطيكم مراحل الجيلاتين كيف يتطور معنا شاهدوا كيف يبدأ يجمد يبدأ مثل الجيلو حسناً حسناً بعد أن يجمد ويصبح كتلة واحدة مثل الجيلو نضعه نضعه على حمام بخار سأضعه هنا لكي نضعه لكي نضعه لكي نضعه لكي نضعه سأضعه ثم نضعه 300 جرام لكي نضعه نضع الشوكولاتة نضع الشوكولاتة نضع الشوكولاتة نضع قوام موس نضع بارد نضع الشوكولاتة نضع الشوكولاتة فقط لأولئك فعندما تضعها في الكاسات لا تضع الجلاتين سوف تكتفون بالخطوات الأولى لكي تظهر متماسكة حسنا؟ سأقوم بتنزيل الخليط الجلاتين ضروري جداً في هذه الوصفة والحلو فيها خلال ثلاث ساعات ستكون معكم جاهزة ليس ضروري قبل اليوم لأن الجلاتين سيعمل عمايله خلال ساعتين كيف؟ بعدين مقادير قليلة يعني أنت بسكوت زبدة والطبقة الأولى ثم لديك شوكولاتة جلاتين الله لا تصحينا دعيني بالعالم دعيني في حالي هناك كاميرا سوف أفصل لك السلكل تمام أريد أن أوزحها لكي تكون سطحها مستوي ومرتبة لكي تجمد بطريقة مرتبة وهيكي تكون جهزة الوصفة الثانية لليوم 250 جرام من البسكوت مع 100 جرام من الزبدة منحتاج كمان اللي هو البسكوت التشيز كيك يعني منحتاج كمان لمعلبين أشطة 300 جرام شوكولاتة شوية جلاتين ومي وفراولة للتقديم